سلام الله عليكم تعزيز مناعتك أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من الفيروسات والأوبئة ومكافحة الأمراض وأكيد باتباع نمط حياة صحية تعتمد على مغديات طبيعية أيضا منح الجسم النسبة الكافية من الأكسجين إما بممارسة الرياضة أو المشي في الهواء الطلق أو بطرق عديدة أخرى معنا وصفة مركبة لتعزيز مناعتك وبعناصر في متناول الجميع نحتاج إلى حبة ليمون كبيرة وإلى قطعة جنجبير أو سكنجبير بالمغربي نحتاج أيضا إلى ملعقة صغيرة جدا من الدرسين أو القرفة وملعقة من الكركم أو عود الخرقون بالمغربي نحتاج أيضا إلى عسل طبيعي من الأفضل يكون عسل الأوكاليبتيوس إضافة لتعزيز المناعة فإن لهذه الوصفة فوائد عديدة ابقوا فقط معنا وسوف نجردها في آخر الفيديو لتعمى المنفع والفائدة وإليكم الآن طريقة تهيئ هذه الوصفة قمنا بتقطيع حبة ليمون إلى قطعة صغيرة ونزعنا البذور وقمنا بتقشير قطعة زنجبيل ثم قطعها لقطعة صغيرة أيضا ثم سنضعها في الخلاط الكهربائي من أجل الحصول على خليط متجانس كما تلاحظون سنضيف قطع زنجبيل إلى قطع الحامض أو الليمون وسوف نقوم بخلط هذه العناصر سويا معلومة فقط نسبة فيتاميس سي مركزة في قشور الحامض لذلك قمنا بخلط حبة ليمون بقشورها وضعنا هذا الخليط المتجانس في إناء سوف نضيف إليه ملعقة درسين أو قرفة ملعقة صغيرة سوف نضيف أيضا ملعقة كركم أو عود الخركم سوف نضيف إلى هذه العناصر كأس من العسل الطبيعي يستحسن عسل الأوكاليبتوس وسوف نمزج كل هذه العناصر نمزجها مزجا جيدا لكي تتداخل فيما بينها نمزج كل هذه العناصر نضع هذا الخليط في برتمان من زجاج ونحتفظ به في البراد أو الثلاجة لغاية الاستعمال إضافة لتقويته الجهاز المناعي للجسم فإن حليط الزنجبيل والقرفة والكركم والليمون والعسل جيد في علاج الجهاز التنفسي يعمل على الحماية من نزلات البرد والرشح ينشط الدورة الدموية للجسم ويعالج الالتهابات التي تصيب الرئة يمد الجسم بفيتامين سي ويخلص الصدر من السعال والكحة الشديدة ويحرق دهون الجسم ويخلصها من السموم إليكم الآن طريقة استعمال هذه الوصفة نأخذ ملعقة كبيرة من هذا الخليط نضعها في كأس نضعها في كأس ثم نضيف إليها ماء دافئ نتركها تستحلب لدقيقتين ويستحسن أحد هذا المشروب في الصباح على الريق وعلى معدة فارغة ألف صحة وعافية وأسأل الله الفائدة والمنفعة من هذه الوصفة وأن يحفظ ويشفي الجميع من الأمراض والأوبئة لا تنسوا دعمنا بالليك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في رعاية الرحمن دائما وأبدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة